السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم من خصومة الإجتماعيات للمساوة تانية إعداد مكوّل جغرافيا الدرسين الخامس والسادس السياحة بالمغرب ومستزمة التطور وكذلك قضا يزعيق التنمية المستزمة على بركة الله الدرس الخامس السياحة بالمغرب ومستزمة التطور في هذا الدرس سنتعرف على محوران المحور الأول يخص واقع وأهمية السياحة ومؤهلاتها بالمغرب أما المحور الثاني فيتكلم عن صعوبات قطاع السياحة بالمغرب ومستزمة تطويره نتعرف بدي أن ببدء على المحور الأول المحور الأول واقع وأهمية السياحة ومؤهلاتها بالمغرب سوف نتعرف على قسمان واقع وأهمية السياحة بالمغرب ثم مؤهلات ومقومة السياحة المغربية واقع أهمية السياحة بالمغرب تلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاد المغرب حيث تعد النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب يساهم قطاع سياحة بحوالي 7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب ويشغل أزيد من 600 ألف شخص بلغ عدد سياح المغرب سنة 2016 10.3 مليون سائح بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة مع سنة 2015 إرادة القطاع ارتفعت إلى 5.94 مليار أورو بنسبة ارتفاع بلغت 3.4% تعد أوروبا الغربية خاصة فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وألمانيا أهم مستر للسياح الوافدين على المغرب تعتبر روسيا والسين من الأسواق الواحدة التي يعول عليها المغرب لسقطاب المزيد من السياح نتعرف على القسم الثاني من المحور الأول مؤهلات ومقومة السياحة المغربية حيث تعتبر مراكش المدينة السياحية الأولى تليها مدينة أكادير ثم مدن تنجا، الدار البيضاء، فاس، ورززات، الرباط، تيتوان، مكناس، أسويرة فمن مؤهلات ومقومات السياحة المغربية مؤهلات حضارية ومقومات طبيعية ومقومات تجهيزية المؤهلات الحضارية يتوفر المغرب على سورة حضارية عريقة مثل ماذا؟ عادات اجتماعية أصيلة فنون شعبية مآثر عمرانية أما فيما يخص مقومات طبيعية حيث يتميز المغرب بموقع جغرافي استراتيجي ومناظر طبيعية جتابة وتضاريذ متنوعة كالواحات، الشواتئ، الجبال، الكتبان الرملية فيما يخص مقومات تجهيزية توجد بالمغرب فنادق مسنفة ومركبات سياحية دخمة وكذا مخيمات وفنادق غير مسنفة بالإضافة إلى شبكات الطرق والموانئ والمطارات الدولية نمر إلى المحور الثاني صعوبات قطع سياحة بالمغرب ومستلزمات تطويره كذلك هذا المحور نقدم إلى قسمان المحور الأول نسوف نتعرف على صعوبات قطع سياحة هناك عدة نقاط أولها كونها موسمية القطع حيث ترتفع الليالي السياحية فقط خلال الصيف لغياب التنوى في المنتوج السياحي عدم احترام لوكالات لعامل الزمن وعدم انتظام الرحلات الجوية كذلك تعرض السياح للمضايقات في أماكن تجمعاتهم ضعف جودة الخدمات المرتبطة بسياحة كذلك ضعف وسائل تنشيط مما يشعر السائح بالملل غياب تصور شمولي للقطع السياحي خلال فترة طويلة تعرفنا على صعوبات قطع السياحة إذن توفى النمر إلى تعرف على مسلزمات تطويره هناك تطوير البنايات التحتية كالطرق المطارات ووسائل النقل والاتصال تشجيع الاتثمار من أجل بناء وتنميم الفنادق وتجهيز المركبات السياحية الفنادق تطوير تنظيم والإشهار على مسوى وزارة السياحة ووكالات الأسفار تنويع السياحة باستغلال كافة أنواع المؤهلات الطبيعية للبلاد تشجيع السياحة الداخلية للتخفيف من موسمية السياحة الدولية وترجعها خلال فترة الأزمات الإهتمام بالعنص البشري بتوعية السكان بأهمية السياحة وتكوين العاملين في القطع نمر إلى التعرف على المفاهيم والمصطلحات والأعلام السياحة وهي نشاط اقتصادي قائم على مجموعة من الأنشطة المرتبطة بتنقل الأفراد أو الجماعات لأهداف محددة خلاصة الدرس تعتبر السياحة قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً تسعد الدول إلى تطويره عبر وضع استراتيجية مستقبلية للرفع من مداخل العملة الصعبة الدرس السادس قضايا تعيق التنمية المستدامة سوف نتعرف في هذا الدرس على مفهوم تنمية المستدامة وأهدافها حيث يتنقتم هذا المحور إلى محوراً كذلك مفهوم تنمية المستدامة وكذلك سوف نتعرف على بعض أهداف تنمية المستدامة أما المحور الثاني فهو معيقات التنمية المستدامة بالمغرب وجهود الدولة لتجاوزها إذا نعود إلى تعرف على مفهوم تنمية المستدامة وأهدافها أولاً سوف نتعرف على مفهوم تنمية المستدامة قبل التعرف على أهدافها مفهوم تنمية المستدامة التنمية المستدامة هي تدبير للموارد المتاحة بالبلاد بشكل معقلاً ومتوازن مما يسمح بتلبية حاجيات المشامة المتزيدة مع المحافظة على مصالح الأجيال المقبلة ظهر هذا المفهوم خلال قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992 نمر للتعرف على بعض أهداف تنمية المستدامة بعض أهداف تنمية المستدامة هناك توخي التنمية المستدامة تحقيق أهداف أساسية وهي المحافظة على سلامة البيئة العالمية تحسين الفعاليات الاقتصادية والتدبير المعقلاً لمختلف الموارد تحقيق العدالة الإجتماعية وظروف العيش مع احترام الحقوق والحريات المحور الثاني محيقات التنمية المستدامة بالمغرب وجهود الدولة لتجاوزها إذن في هذا المحور كذلك ينقسم إلى قسمها أولاً محيقات التنمية المستدامة بالمغرب فما هي محيقات التنمية المستدامة بالمغرب؟ هناك الاستغلال مفرد للتروات الطبيعية كإجتثات الغابة وتدهور التربة خاصة بالمناطق الجبلية تحت تأثير ضغوط البشرية والمناخية وتزايد حدة التلوث وكذلك استمرار انتشار الأمية مع ضعف تغطية صحية وخاصة بالبوادي اتساع عتبة الفقر وانتشار أحياء الصفيح والبطالة ضعف الشباكة المواصلات في المغرب والعزلة بالبوادي إذن هذه كلها جل معيقات التنمية المستدامة بالمغرب إذن نمر للتعرف على جهود دولة لتجاوز هذه المعيقات جهود الدولة لتجاوزها هناك نهش سياسة تشجير وتدبير التربة بوضع تصميم مديري لتشجير ومخطط وطني لتصحره الاستمرار في سياسة ميناء السدود الرفع من نسبة تمدرس عبر تعميم تعليم ومحاربة الأمية العمل على تنفيذ سياسة تغطية صحية الإجبارية فكل عزلة عن الوسط القروي بمواجهة الخطائس في التجهيزات الطرقية عبر البرنامج الوطني لبناء الطرق القروية نهش سياسة تعزيز الشركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني قمة الأرض قمة نظمتها الأمم المتحدة بريودي جانيرو بالبرازيل من أجل البيئة والتقدم في يونيو سنة 1992 ميلادية وذلك لمساعدة الحكومات على إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإيجاد سبول كفيلة لوقف تدمير الموارد التبيعية وتلوث كوكب الأرض خلاصة الدرس رغم المجهودات التي يبدلها المغرب فإن نجاح التنمية المتدامة ما زال يواجه عدة عراقيل ومعيقات تستوجب تضافر الجهود لتجاوتها ترجمة نانسي قنقر